أنتقل أستاذ محمد جبريل أنا بقى هقول لك أنا مستغربة جداً أن الشبه بعيد مش حاسة أن أنت شبه محمد رمضان يعني إمتى الناس قالت لك أنت شبه محمد رمضان؟ أولاً أنا كنت يعني لما بخرج على طول أنا اللي أستيل في اللبس معين فعادي بالبس وبخرج عادي فلقيت شاب اسمه ماندو اسمه مصطفى ماندو فقال لي عايزة بناخد صورة عادي فالمهم لقيت الصورة منتشرة على السوشيال ميديا وعلى الجروبات على أنه هو محمد رمضان؟ آه فشبهوني به طب يا جماعة طبعاً والسوز محمد رمضان طبعاً هو عارف بالموضوع؟ عارف موضوع الصورة وصلت له؟ آه طبعاً وصلت له ولما ابتديت أعمل فيديوهات توصل معايا؟ أتوصل معايا أعملي فولو توصل معايا أول بول قالك إيه شجعك ولا كان متضايق؟ لا بالعكس سوز محمد رمضان ما تضايقش إطلاقاً وبيشجعني يعني هو بيشجعني وهو اللي شجعني عملت الأغنية بتاعت الجديدة الأغنية اسمها ناهيرو أغنية خاصة بيك؟ أغنية خاصة بيه أنا لكن في الحفلات مش بتغني أغاني محمد رمضان؟ لا هو بصي يعني أنا لسه الأغنية عاملها تمام؟ لكن أنا بغني أغاني محمد رمضان عادي جداً يعني لأن أنا بحبه جداً بس بتعمل حفلات باعتبارك شبيه محمد رمضان وتغني أغاني محمد رمضان؟ يعني أنا سمعت إن أنت عملت حفلة كان التذكرة فيها بخمسمائة دولار مزبوط أو خمسمائة درهم؟ بص حضرتك هو الكلام ده كله هو كان إشعاد دي أول حاجة ثاني حاجة الحفلة اللي أنا كنت أعملها يعني أنت كنت تعمل حفلات دي من غير أجل؟ لأ طبعاً أكيد فيه أوبن بوفي فيه حاجات كتير طبعاً بس يعني ما وصلتش للدولار يعني هي ما وصلتش هي مرة واحدة فيه أوبن بوفي وما فيش أجر؟ إيه؟ فيه أوبن بوفي وما فيش أجر؟ بتاخد أجرك عسى؟ لأ أكيد لأ أنا ما بتكلمش في كده لأ أنا يعني ما وصلتش للدولار هي كانت مرة واحدة حفلة آه كتفين؟ ودي كانت عن نيل في مركب في آي بي وده واحد نيجيري مش مصري آه إداني تمنمائة دولار عشان تغني أغاني محمد رمضان؟ عشان أغني أغاني محمد رمضان آه فابتدت بقى أشتغل على وهو نفسه سيد محمد رمضان يعني بدأ يشجعني عملي فوله أول بول يعني امتابعني يعني النهار ده أجرك كم في الحفلة؟ لو حد عايز يجيبك تغني في حفلة؟ لو حد مثلا عايز يجيبني في حفلة يا ساعة مثلا الساعة ناخد خمسة خمسة ألاف جنيه؟ آه خمسة ألاف وتغني أغاني محمد رمضان؟ وأغني أغاني محمد رمضان ومشي؟ ومحمد رمضان رادي وعجبه وسايبك تغني أغاني وتسترلق مع محمد رمضان؟ طبعا حد يعني أنا بحبه جدا وطبعا برغم يعني أنا متعرض لانتقادات جامدة بس طبعا ما فيش حد بينجح بالساهد يعني أنا بتعرض لانتقادات يعني بجد صعبة بس أنا متحملها لأن أنا عايز أكون شخص ناجح في يوم من الأيام طبعا قبل ما خشي في المجال ده أصلا أنا كنت لعب كمال أجسام محترف كنت في اتحاد بس ربنا ما أردش ثمان سنين بس ربنا سلت المجال ده خالص؟ سلت المجال ودخلت المجال ده لما فتحت لي السكة مجال الغناء عايز تمسك؟ آه بجد ويعني النفسي في الفرصة بجد طيب أنت بتقولي النجاح مش بالسهل أنا فيك محمد يعني بص أنا مش شايفة أنت شبه مع محمد رمضان قوي بصراحة بس أنا عارف أنت بتعرف تقلده كويس طيب تقلده لنا؟ في غنى ولا في تمثيل؟ تمثيل ماذا؟ طيب ديني حاجة كده مثلا رفاعد سوي جعفر العمد اللي يجي معاك اللي أنت شاطر فيه تمام أصايا أصايا ده أعقل الكلام أعقل الكلام أصايا روح أصايا روح أصايا ما توجعش دماغي أخوك تعبان هنما سايا سيبنا نام وبعد ما قمنا نتكلم في الحكاية دي بعدين محمد رمضان ووصحي منهم بيقولوني في كونترور طب أنت بتقلده بتقلده في التمثيل تمام بس في حياته وفي لجونة برضو وفي لجونة أنا بتكلم على حياته الشخصية هل أنت مهووس محمد رمضان لأن أنا شفتلك فيديو بتعدي فيه دولارات تمام زي دي ده برضو نفس التصرفات محمد رمضان هل الهووس ده وصل للحياة والحقيقية؟ مش بس على الشاشة؟ دي حقيقة لأن أنا بحب سيد محمد رمضان جدا حتى لما نسألت لي خليك نفسك ما قلتش حاجة ده رأي صح حاولت وبحاول طبعا أنا عايش لوحدي ولا جنبية أم ولا جنبية أب بحاول أسعى في الحياة يعني عايزة أكون شخص ناجح وهو اللي أنا عايزه يعني حتى اللي أنا بجيبه ده على فكرة ده مش رزقي واللي يعلم الله ده مش رزقي ده رزقي ناس تانية وده رزقي إخواتي لأن أنا عندي أب متوفي ومتكفل يعني بخمس بنات ربنا ربنا يخليك فاللي بيدي الرزق ربنا يعني طيب لو ربنا رازقك من واسعة تمام وديك شهرة محمد رمضان وثروة محمد رمضان تعمل زي وتلبس دهب وتفرق الفلوس في الهوى وتعمل كده أنا شايف إن دي تصرفات مش حلوة ما تحبش تعملها بصي يعني أنا هقولك على حاجة أولاً دي حرية شخصية دي حرية شخصية الحاجة التانية حرية شخصية حرية شخصية إن أنت تطلع تفرق فلوس في الهوى وتلبس دهب وتمشي بأسود دي حرية شخصية؟ بصي أنا شايف إن دي حرية شخصية طالما أنا بعمل الخير وعلى فكرة يعني محمد رمضان بيعمل خير بيعمل خير كتير كمان أنا معرفش ما عرفش إن كان بيعمل خير بس أنا بكلمك على تصرفات معينة تصرفات معينة هل بفلت تصرفات دي كويسة؟ تصرفات كويسة أنا قلتلك والله دي حرية شخصية أولاً دي ترجع له لأنني ما قدرش أتكلم فيها لكن دي حرية شخصية يعني أنا دلوقتي الناس مثلاً أحياناً بتعترض على لبسي إنت إزاي تلبس كده؟ والله دي حرية شخصية أنا قلبي إزاي ما نعاوز تعمين عشان تقولي كده لا أنا مش بتكلم على اللبس يا محمد أنا بتكلم على السلوك وهقولك أنا نصيحة يعني لو تقبل النصيحة إنه محمد رمضان تحديداً بتصور سبب شهرته العظيمة إنه هو شبه الناس وطلع من وسط الناس وتكلم كتير عن بداياته اللي ظلم فيها وكان شخص بسيط ومن بيئة بسيطة ومن بيئة شعبية فالناس شافوا فيه نفسهم وشافوا فيه البطل اللي ممكن يحقق أحلامهم فما ينفعش بعد ما تتحقق الأحلام دي تتعالى على الناس اللي هم اللي صنعوا منك نجم يعني الناس ظروفها صعبة ومن بيئات بسيطة وفقيرة ما ينفعش تطلع ترمي الدولارات قدامهم وتلبس دهب وتعمل يعني أنا بشوف إن ده تعالي على الناس اللي صنعوه فنصيحة وتعمل